في باكستان وفي إطار الهجمات التي يشنها تكفريون على المسجد والحسينيات سشد تسعة عشر شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون عندما شن مسلحون تكفريون هجوما بالأسلحة الرشاشة والقنابل على مسجد في مدينة بيشاور وقالت الشرطة إن مسلحين اقتحموا المسجد الذي احتشد فيه المصلون لإقامة صلاة الجمعة وفتحوا النار عليهم قبل سماع ثلاثة انفجارات داخلة وقال شهد عيانا ستة مسلحين شنوا الهجوم الذي أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنها